فيديو النهاردة هعلمكو فيه ازاي تقدروا تستغلوا الصور المتحركة بصيغة الجي اي اف او حتى الصور السابتة بصيغة البي ان جي او الجي بيك او غيرها من الصيغ التانية ملخصا كده ازاي تقدر تستغل الصور حرفيا في الربح من الانترنت باستخدام طريقة ممكن البعض منكو مايكونش عارفها والطريقة دي هتقدر من خلالها انك تحصل على ترافيك كبير جدا جدا حرفيا ملايين بيكون فرصة للدخول عندك وده لو اخترت الصورة صح وانا هنا مش بقولك هتمسك موبايلك او كاميرا احترافية وهتروح تصور حاجات معينة وتبيعها لا خالص انت هتجيب صور موجودة هتعيد استخدامها بطريقة كويسة وبزكاء شديد جدا ومن غير ما تدخل في يعني انت مش هتفتح برنامج فوتوشوب او اي برنامج تعديل وتعدل على الصورة هتخدها زي ما هي هتحطها في مكان تاني مع شوية تعديل في وكده انت خلصت وتكسر مبالغ ملاي محترمة والمبالغ ده تدامعات من واحد دولار لكل صورة وتوصل لحد اكتر من ستمائة دولار مقابل كل صورة والكلام ده هتشوفه بعينيك النهاردة بالاسبات الحصري هنتكلم النهاردة عن استراتيجية تنفع للمبتدئين والمحترفين اللي عنده رسمال واللي ما عنده رسمال لان الحرفية للفيديو ده مش محتاج منك تصرف فيه ولا ربع جنيه مخروم ممكن برضو تشتغل بالموبايل بتاعك وممكن تشتغل بجهاز الكمبيوتر الموضوع متاح ليك تطبيقات الموبايل متاحة للشرح بتاعي النهاردة وكمان المواقع نفسها برضو متاحة يعني فيديو فول اوبشن يا باشا فما تنخلش علينا بدعمك باللايك والشير والكومنت واهم حاجة بالنسبة لي انك تعمل اشتراك في القناة باقي تقريبا خمسمائة تقني ونوصل لمية الف اخ واخت في القناة ونبدأ بقى نعدي مرحلة المية الف ونبصر الاعلى من كده نبدأ على بركة الله ومش هعز اطول عليكم يلا بينا طيب شباب كل اللي انا احتاجه منك هو الموبايل بتاعك او حتى جهاز الكمبيوتر المتصفح ومتجر جوجل بلاي او ابل ستور هتحمل تطبيقين اهم تطبيقين او هتفتح موقعين ودول اهم حاجة احنا شغلين عليهم اول حاجة معنا هو موقع جيفي موقع جيفي اي ان كان طريقة نطق بالنسبة لك الموقع ده شباب بتقدر من خلاله انك تجيب صور صور متحركة طبعا عادي تجيب صور متحركة وعادي تجيب صور سابتة انا اشرح لك النهاردة على الصور متحركة وانت بعد كده عايز تجيب السابت براحتك عايز اشتغل على المتحرك برضو معنداش ادنى مشكلة المهم يعني موقع جيفي ده موقع بيديك صور متحركة وموقع كبير جدا جدا ومشهور ومعروف في كل حتة وبيخش له تقريبا تقريبا خمسة وخمسين مليون طبعا لازل شوية بس خمسة وخمسين مليون زائر شهريا خمسة وخمسين مليون زائر شهريا كمان يعني كندا اكتر تلت دول بيخشينهم زورات للموقع ده المهم يعني ده كده الموقع الاولاني تاني موقع او تاني تطبيق معنا وخلي بالك الاتنين دول لهم تطبيقات على متجر او اي متجر من المتاجر اللي بتستخدمها على حسب الموبايل بتاعك هنا بعد كده هنجيب موقع موقع امجر ده موقع الصور اللي هننشر فيه الصور بتاعتنا ركز معايا احنا بنجيب الصور متحركة من جوجل ايا كان بقى الموقع باستخدام او مع موقع جيفي يعني ممكن تجيب من اي موقع تاني مش شرط يكون موقع جيفي اللي بيجيب منه الصور اي موقع بس انا اجيب لك الموقع ده عشان هو موقع سهل هناخد الصور من اي موقع تاني ونروح لننشرها في امجر ليه امجر يا ريان لان امجر ده برضو موقع او منصة خاصة بالصور نشر الصور وفيها متين سبعة وستين مليون زائر شهريا تخيل معايا متين سبعة وستين مليون زائر بيخشوا شهريا عشان يشوفوا صورتك ظهرة لو طبعا ربنا قرمك وصورة بتاعتك طرق في الموقع زي مسلا الصور دي الصور دي لسه منشورة وزي ما اتشافين اه ترتين كي على تعتشر الف وتمانية كي واتنشر كي على نشر الف ومشاهدة والكلام ده زي ما قلنا ايه لسه ايه لسه منشور تقريبا فيه الموقع ممكن يوم او يومين بالكتير تقريبا يعني لأ خالص يعني ساعتين حاجة لسه منشورة من ساعتين تقريبا زي ما تشايفين جاي ببقى ستتاشر الف ومشاهدة ودي حاجة كويسة طبعا لي الصورة النفسية وصاحب الصورة نفسه فدي حاجة كويسة لي عاماتا اللي بيحب ينشروا صورهم على الموقع ده وعملوا لنفسهم بروفايل محترم زي مسلا صاحب ده اللي عنده تقريبا ستمية وحداشر موجود هنا طبعا فيه آآ نقط بقى وفيه حاجات تانية كتير المهم يا ده مش موضوعنا موضوعنا احنا بنجيب صور من مكان لحطها في مكان تاني طب انا هجيب صور بنان على ايه وهكسب ازاي رأيان يعني انا مجرد بس هجيب صور لحطها في المكان ده يبقى انا كده اكسبت لأ احنا هنا بنشتغل على الريفرال الاحالة الافليات جوجل ادسنس سي بي اي اي مشروع اي استراتيجية عايزة زوارة عشان تكسب منها تقدر تستغل الموقع ده فيها لو انت عندك موقع على جوجل ادسن سواء كان نيتش بقى اجنابي او غيره فانت لو بتجيب الصورة وتنشرها هنا مع اللينك مع شوية تاجز وشوية كلمات مفتاحية تساعد ان الصورة بتاعتك تظهر دي اول حاجة لو شغال نفس النظام لو شغال افليات زي ما انا شرح لك النهاردة بتجيب صورة معينة خلاص وبتنشرها هنا في مع كم كلمة كنا محترمة واللينك بتاعك وخلصت بتنصورة بتاعتك بتتقرشف جوه محبك البحث الخاص بالصور ده مع الكلمات المفتاحية مع تمام بتبدأ تظهر للناس معينة ظهرت للناس دي بتخش مفتاحة بتسجل مبارك عليك انا مش جايب لك حاجة فيها الشراء يعني ممكن ايوة هيجيب لك عرض فيه شراء النهاردة عشان تاخد فلوس لازم لحد يشتري وهجيب لك كمان عرض تحميل تطبيق موبايل يعني مجرد ما يحمل تطبيق الموبايل عنده على جهاز الموبايل بتاعه اي ان كان بقى خلاص انت بتاخد فلوس وفيه كمان مواقع فتعالي شروع عملي انا هتكلم النهاردة عن نيتش ربح من الانترنت لو تشتغل في الطريقة دي فاخرش كده على جيفي او جيفي اي ان كان واكتب كده مسلا موني ودوس كده على انتر طبعا سبا ان كان على الموبايل او قلنا على هنا يعني في في الموبايل او حتى في الجهاز الكمبيوتر هتدوس كده على اي صورة انت شايفها معبرة وليكن مسلا الصورة دي خلاص اي ان كان يعني واحنا عايزين نحمل بس الصورة دي كده عايز اشوف لو في هنا تحميل للصورة نفسها از جي اي في جيفي ويب بيتش اللي عنده مش ويب بيتش خلاص احمل بس من الموقع ده انا لفيت شوية حلوية هتدخل كده اللينك ده من هنا وتروع على اي موقع اكتب جيفي اه جي اي اف دولودر وتحط اللينك بتاعها كده يا باسة وتدوس كده على دولود يا باسة ما علينا ممكن تحملها فيديو او فيديو ام بي فور او جي اي اف دوس كده على دولود لينك للجي اي اف ودوس كده وحملها عندك على بتاعك خلاص طبعا هي تمام خلصنا كده وحملنا الصورة بتاعتنا طبعا كل الكلام اه هتطبقه على كل الصور يعني اي صورة تعجبك في الموقع ده وعايز تحملها تحملها بنفس الطريقة تجب كده على الصورة نفسها بالشكل ده وتاخد اللينك من هنا وتروح على الموقع ده وترجع طبعا هنا كده للموقع نفس وراء تمام تحط اللينك بتاعك هنا يا باشا دوس كده على دولود ومن هنا هتختار هفتح لك بصورة مشتاك ده دوس كده كمين آآ وحفظها عندك على تمام بعد كده بنروح نختار عرض احنا عايزين طبعا لو روحنا كده نرفع الصورة دي من هنا تمام طبعا خلينا بس توريكو كده النيتش نفسه عامل ازاي لو كتبت كده من هنا ودست على آآ هتلاقي عندك دي الصورة على واحدة مثلا آآ تقريبا ربعمائة الف مشاهدة ودي صورة تلاتين الف مشاهدة ودي صورة دي خلاص دي صورة ربع مليون مشاهدة ودي صورة تقريبا نصف مليون مشاهدة ودي كمان صورة نصف مليون مشاهدة ودي كمان صورة تقريبا نصف مليون مشاهدة خلاص فدي كلها كده الصور خاصة بيه ربح من الانتر بمعنى اخر يعني دي دي حاجات خاصة بالماني تمام خلينا نخش بس كده ونشوف هل هو حاطة او ايا كان عشان ناخد التاجز دي نستخدمها عندنا تمام طيب هو مش واخد معاه او مش حاطة عنده هنا طيب هنكفر الكلام ده كده خالص تمام هنيجي بقى نختار عرض احنا ممكن نختار عرض من اكتر من موقع عندك هنا موقع آآ آآ للي عنده كليك بانك في عرض محترم جدا جدا في كليك بانك لحد اسمه آآ كريستاني ده مصوق الالكتروني عنده كورس خلاص الكورس ده بتاعه بس ستمائة ستة وتلاتين دولار يعني آآ اي حد يشتغل ويجيب اي حد يشتري الكورس ده منه انت هتاخد ستمائة ستة وتلاتين دولار تخال معايا ستمائة دولار هتاخدها مقابل كل حد يسجل في كورس مخطص بيا ربح من الانترنت تمام ركزوا معايا فده كده اول عرض معانا اللي انت ممكن تشتغل بيه تمام بعد كده ممكن تشتغل على ده كده موقع وتطبيق خاصة بالربح من فانت لو وجهت حد ان هو يحمل التطبيق او يشتغل على الموقع ده من امريكا انت بتاخد خمستاشر دولار تمام بعد كده عندك اكتر من الحاجة ده كده التطبيق خلاص مجرد بس ما يعمل او يعمل تأكيد للايميل هتاخد انت تلاتة ونص دولار هنعمل عنه حلقة ان شاء الله مخصصة هتتكلم فيه عن ازاي تقدر تسوق ليه تمام عرض تاني او تطبيق تاني خاص به تقريبا سبعين سنت مقابل كل تحميلة ده كده موقع برضو نفس النظام الايميل هتاخد انت تلاتة ونص دولار يعني هيحمل او هيقش على الاكاونت بتاعه يعمل الاكاونت هتاخد انت تنين فاصلة اتنين دولار دي حقا قويسة برضو عندك هنا تطبيق هتحمله على الموبايل هتاخد عليه اتنين دولار للاندرويد واثنين دولار للايو اس يعني اي حد مع united Idea حمل التطبيق ده بس مجرد تحميل بتاخد انت اتنين دولار نفس النظام هنا�م ده مجرد التحميل على بتاخد اه تقريبا دولار ولا ربا مجرد تحميل على الاندرويد بتاخد خمسة ستين سنت وما اكثرها من عروض يعني لو دورت هتلاقي عروض تاني كتيرة. انا بوريك بس الفكرة ماشي ازاي. تمام? فالمهم احنا شفنا الفكرة بتاعتنا. تعال انا شروع عملي ازاي تنشر الصورة بتاعتنا. ندوس كده على هنا. خلاص. نرفع الصورة. اه. واروح كده على الصورة بتاعتي. تمام? هستنى شوية حد ما ارفع معي بالشكل ده. طبعا ممكن اجيب اجيب يعني نص كده طايتل معين اجيب طايتل موجود على الانترنت اللي هو او او فوتو مسلا. from. او او مسلا هيدلاينز. هيد. لاينز. تمام? انا عايز بس كده هيدلاين يشد الناس عشان احطوا هيدلاين خلاص. اه هدور معاكم لايف انا بحب بس ادهر معاكم لايف بحس ان انا ايه? يعني اه تبقى فاهمين كل حاجة معايا. تبقى يعني متطلعين وشايفين كل حاجة اللي بعملها. خلاص? اه. تمام? لا لا خالص. انا عايز ادهر بس معاكم على ايه? على عنوان ينفع. للموضوع ده. طيب تعريبا هنا مش نلاقي خلاص. ولا هنا يبقى اكتب هيدلاين جينيريتور. تمام? هيدلاين جينيريتور. برضو انا بشرح معاك شرح عملي. يعني عشان بس ما تقولش ريام بيأكل الكلام اكل. خلاص? ارنو ماني اولاين. مش رح لك عامل اهو. انا بدور بس على ينفع معايا. خلاص? اه 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 مسلا يعني. دي دي كويسة كده. خلاص? ورح جاي هنا على اه العنوان وحط العنوان ده. تمام? خلاص يا سيدي. ونكتب هنا كده مسلا اه اه وانزل تحت كده اكتب هاو. ممكن هترجمها على جوجل عادي. how to earn money online using your phone about ten ten كي دولار دي. خلاص? طبعا نحط كده الكي هنا. تمام? use this link. ورح اعمل كده. ورح جاي باشي هنا ايه? اخد بتاعي خلاص? ادوس كده على واخد اللينك ده من هنا كده. طيب دوس كده على. اه محطتش النيك نيم بتاعي. شوش كده. ورح جاي واخد اللينك بتاعي من هنا كده. ده كده اللينك بتاعي اللي انا اشتغل عليه. ورح جاي حاطة ايه اللينك هنا يا باشي. طبعا ممكن تختصر اللينك كده مش تختصره عشان بس ايه موضوع الوقت انت تختصر اللينك كده. وتعالى في هنا يا باشي. احط لي كده ايرن ماني. ايرن. ما هي ايرن كده? ايه انا انا بكتبه ده اه ايرن. ما علينا? هدوس كده على كمان ايرن ماني. كمان واحدة. ماني. كمان ايرن ماني. خلاص. وبعد ابدأ انت هحط بقى بقى يعني ايرن. شعف ما جاتش ليه? حط انت بقى التاجز التانية. يكتب ايرن بس ايرن ماني وحط بقى التاجز التانية. وكده احنا خلاص مية مية احنا كده فل الفل يا باشا. ندوس كده على ايه? طبعا ايه ماتشر دي? لا لا ما عندناش ماتشر احنا. خلاص. اه بوست احنا كده خلاص اشارنا الصورة بتاعتنا وزي ما تشايفين ده اللينك بتاعنا. لو الدس عليه هيودينا على العرض الخاص بيه اللي احنا شغالين عليه او اي عرض تاني افليات خاص باي منصة تانية انت شغال عليها ما علينا من كده انت طبعا هو بيفتح في اه امريكا فانا بقول لك بس ايه اختصر زي ما تشايفين فشوفوا اللينك عمله ايه? تمام? فانت اختصر اللينك اختصر اللينك وحطه هنا كده مكان الكلام الكتير ده عشان بس تجنبا ليه موضوع اللي ظهر قدام منك دي خلاص? فانت اختصر اللينك بحيز ان اي حد يدوس عليه او ياخده قبل يحطه فيه المتصفح يشتغل به ما عندوش ادنى مشكلة وتبقى انت كده ايه اه زبطت دينيتك على المنصة دي. جيس على كده اي حاجة تاني اي نيتش تاني واي طريقة تانية. مش تضغل ايكو ابتر من كده. لحد كده بنا نصر تلاحية الفيديو. كان معكم محمد الرئيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.